لذلك أنا أحب أتحدث اليوم عن بيان شفتة صادر بالحقيقة مجهول ما في جهة متبانيتة باسم التيار الصدري تقول عقيدتنا عقيدة التيار الصدري في السيد مقتدع الصدر وأنا أقرأ لكم فقرات من عنده فقط بيان طويل هو يقول يا أهل العراق ادخلوا سفينة النجاة تحت لواء مقتدع الصدر مقتدع الصدر هو الحاكم والرئيس المطلق للعباد المؤمنين والراد عليه راد على الإمام يوم المهدي والراد على الإمام راد على الله سبحانه وتعالى وله كرامة ومنزلة خاصة من رب الأرش العظيم منزلة خاصة يعني مثل أولياء صالحين مثل أمم مثل الأنبياء ما أعرف كيف طيب هذا البيان مجهول منتشر بالواتساب ومنتشر بالإعلام يعني محتمل يكون ناس جهلة متطرفين وغلات في داخل التيار الصدري مسوين هذا البيان محتمل يكون من أجهزة التثقيف في التيار الصدري التربية والتعليم والتثقيف هم يكبرون هذه القضية يكبرون هذا الشخص وينشرون هذه الثقافة حول سيد مقتد الصدر سيد مقتد الصدر على رأسي هو رجول ابن عالم مجاهد وقائد أيضا في الساحة السياسية محترم له حق أن يدخل في الساحة وأنا مرة حتى دعوت أن يكون هو رئيس الوزراء يرشح نفسه ويكون هو رئيس الوزراء لماذا لا؟ من حقه ولكن يعني بناء تيار معين بصورة تعظم الشخص أكثر من الحد المعقول بحيث تلغي دور الناس تلغي دور الأتباع أنه أنت عليك أن تنفذ ولا تناقش أن تطيع ولا تفكر نبني يعني جيش من الناس يكونون أداة خطيرة في الدكتاتورية على أنفسهم وعلى المجتمع فلا أعرف أني لذلك تسألت ما هو موقف الصدر من هذا البيان لم يتحدث عنه وما هو موقفه من المتطرفين الغلات في أتباعه طبعا هو كان عنده موقف سابق ضد أكوناس كان يعتبروه هو الإمام المهدي كان يسموهم أصحاب القضية وهو كم مرة يمكن تكلم عنهم وتبرأ منهم ورفض أقوالهم طيب هو مو الإمام المهدي ولكنه هل هو نائب الإمام المهدي طبعا هاي الفكرة الرادوا عليهم كالرادوا علينا هذا حديث ضعيف الشيعة يقولون ضعيف ولو ما الشيعة يقولون مشهول واحد قال الكلام على لسان الإمام المهدي اللي هو مثابة وجوده وما موجود فالفقهاء قالوا نحن نواب الإمام افترضوا فرضية أنهم نواب الإمام واجه هذا الحديث أنه والراد عليهم راد علينا والراد علينا رادنا على الله وحتى الرد على الإمام مو كفر ولا رد على الله لأما ليسوا معصومين ولا معينين من قبل الله علماء كانوا علماء حتى سأقرأ لكم خطاب الإمام علي أمير الممني عليه السلام وهذه ليلته وليلة الثالث والعشرين هو كان يقول تعالوا انتقدوني فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشهورة بعدل ولا تظنوا بيه استثقالا لحق قيل لي فانتعال يعني شوفوا الإمام علي يعلمنا ثقافة التواضع والحوار ويشجع على المعارضة والنقد بينما الآن ثقافتنا العامة صار تجاه المراجع وأي واحد يلبس أمامه أي معمم خلص هذا بعد ما نقدر نحن نحكي معاه يصعد على المنبر يحكي كل ما يريد ما أحد ما يقول لي أنت أخطأت كله أحسنت 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 تصير فلذلك أنا أطرح هذا الموضوع وأرجو من الأخوان الصدريين أن يفتحوا صدرهم ولا يعتبروا كلامي هذا نقد لأحد أو محاولة إنقاص من أحد أنا أبرئ السيد مقتدام من هذا البيان ولكن هذا البيان خطير لو انتشر وشاع بين الناس فرح يولد حالة ديكتاتورية خطيرة قلت إن من حق أي إنسان أو أي حزب أن ينظر إلى زعيمه كما يشاع ولكن أن يغالي فيه ويرفعه إلى مستوى الأنبياء والأئمة المعصومين والأولياء اللي عندهم علاقات خاصة مع الله فإنه يقضي على إمكانية الحوار والنقد والأمر معروف والنيع المنكر والمشاركة في القرار السياسي مع القائد أو الزعيم ويحوله إلى رب معبود يحل الحرام ويحرم الحلال دون أن يسمح لأتباعه بالمخالفة أو التفكير فيما إذا كان أي قرار يتخذه صحيحاً أم خاطئ لا خلص هذا بعد وحي مطلق دينزل عليه وهذا من تقده القرآن الكريم في اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فلما اعترضوا على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وقالوا إنه لا نعبد رهباننا وأحبارنا قال لهم النبي إنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعتوهم دون نقاش أنت يعني وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس يعني مو بالضرورة العالم المرجع المعمم هو مو معصوم قد يكون يخطأ قد يشتبه قد يجهل قد ينحرف قد تغر السلطة غر المال الهوى يعني الشيطان قد يكون داخله ويدفع إلى اتخاذ مواقف فلماذا نحن نعبده ونطيعه تماماً من دون ما نعرف أي مقياس الحق والباطل هو يصير المقياس الحق والباطل يقول عجبت لمن يعرف الرجالة يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الرجالة بالحق أول شيء خير نعرف الحق ثم نعرف الرجال أما إذا إحنا دمجنا بين الحق وبين الرجال هو صار هو يمثل الحق ويمثل كذا بعد هذا الشيء صار خطير والحقيقة أيضاً شفت صورة واحد فنان يبدو من جماعة التيار الصدري يعملها ونشرها في موقع الأخ حسين كذا نشر صورة لسيد مقتدى جامع كل التراث الأراقي من السومري البابلي الأشوري منارة المتوكل إلى في أعمامة السيد حاط لك الكعبة ومنسجد النبوي ومسجد يوم علي والكنائس وما حاط شيء ديني رمز ديني إلا حاطه ورمز تاريخي إلا يعني صار كأنه يمثل التاريخ هذا نوع من الغلوب هذا نوع خطير يؤدي إلى المشاكل في المستقبل يعني خلينا نكون معتدلين في نظرتنا إلى قادتنا وزعمائنا لا نقع به بعدين نتندم وليش إحنا ما ناقشنا ليش ما اعترضنا عليه ليش ما قلنا له كذا ليش ما قلنا له وقف الحرب ليش ما قلنا له كذا نظل يعني إحنا نلوم أنفسنا كما الآن بعد ثلاثين سنة أو أكثر نلوم ليش الإمام الخميني ما أحد ما استطاع أن يقول له مثلا وقف الحرب وأي واحد كان يدعو إلى ويقاف الحرب يعتبر هذا يعني منافق أو فاسق أو كذا ومن هنا فإن النظر بموضوعية إلى أي شخص أو أي زعيم وتقييم مواقفه وأقواله باعتدال بعيدا عن التأليه والتعظيم والهالات المقدسة واحتمال ارتكابه للخطأ هذا يضمن سلامة المسيرة والعمل معه وأما إذا غال الأتباع بالزعيم ورفعوه إلى درجة الأصمة ومكانه خاص عند الله واعتبروا كلامه وحيا منزلا ومقدسا ورادوا عليه رادوا على الإمام ورادوا على الإمام رادوا على الله فصار واحد لو يتنفس كفر وشرك في وجهه فإنهم سيحولون الزعيم إلى ديكتاتور المطلق الناس يحولوا إلى ديكتاتور المطلق ليس عليهم أو في داخل حزبهم فقط وإنما في المجتمع بصورة عامة حيث سيعتبرون أي نقد أو أي مناقشة أو رد لأقواله مثابة الرد على الله وأن هذا منطلق من الحسد والحقد والتآمر ولكذا ما يسمحون أحد يفكر في مقابيله وسيتحولون إلى أداة عمياء في فرض ديكتاتوريته على الناس الآخرين وربما يبيحون لأنفسهم إرهاب الآخرين وقتلهم وتعذيبهم ومصادرة حرياتهم وحقوقهم والتجسس عليهم لأنه ذول مثلا معارضين خلص سقطوهم ذول منافقين ذول خوارج ذول كذا وكذا ولا سيما إذا ذول الأتباع امتلكوا ميليشيا مسلحة أو جيوش ومن فقط ميليشيات أو سيطروا حتى في الانتخابات على البرلمان والحكومة وفي هذه الحالة سوف يقضون على النظام الديمقراطي والحريات العامة ويؤسسوا لنظام ديكتاتوري جديد أخطر من نظام صدام حسين أن ديكتاتوري صدام لم تنشأ فجأة فقد كان في حزب البعث نظام داخلي ديمقراطي وانتخابات ومؤتمر قومي ومؤتمر قطري ولكنه قام بالسيطرة على الدولة العراقية بانقلاب عسكري ثم قام صدام بانقلاب داخلي على حزب البعث وصف قياداته في ليلة واحدة ثم انفرد بالسلطة وقعد العراق إلى حروب متتالية في الداخل والخارج ودمر العراق في النهاية وان اي تعظيم لأي زعيم اكثر من الحد المعقول واضفاعها لدينية عليه يحول اتباعه الى قطيع من العبيد ويسمح له باستخدامهم سلاحا في فرض ديكتاتوريتي على الشعب بصورة عسكرية ارهابية او حتى بين قوسين ديمقراطية يعني ضمن الاطر الديمقراطية ولكن ديمقراطية مشوهة ومفرغة ومعادية لحقيقة الديمقراطية ان هذه ثقافة سلبية التي يعتمدها بعض اتباع التيار الصدري لا نقول كلهم ولا نقول ان القيادة في التيار هي التي تشيع هذه الثقافة في النظر الى زعيمهم مقتدى تتناقض مع الدستور والنظام الديمقراطي وقانون الاحزاب الذي اقره مجلس النواب العراقي يعني روح انتخبوا فلان انتخبوا هالقائمة اذا واحد خرج عنهم لا تنتخبوا هذا وكأنه خرج عن الدين او خرج عن الاسلام هو كان قائد بالتيار الصدري او كان قيادي وكان نائب هو سير ارشح نفسه واحدة مستحيل هذا وهي هاجموه سبوه شتموه العنو وهي تعود بالبلد هذه الثقافة يعني السلبية تعود بالبلد الى الوراء وتهدد بمستقبل مظلم وانهيار التجربة الديمقراطية العراقية الهشة وفي الحقيقة لا يمكن اقامة نظام ديمقراطي من دون ثقافة ديمقراطية ومن دون ثقافة داخل ديمقراطية داخل الاحزاب وان هذه الثقافة التي تكاد تؤله زعيم الحزب تؤسس لنظام ديكتاتوري رهيب في المستقبل نجي الى انه ليش الحالة هذه موجودة سواء في التار الصدري او في عند الشيعة عموما علاقة مع المرجعية مثلا اذا اردنا ان نبحث في جذور هذه الثقافة فانها تقوم على مجموعة اساطير متهالكة واحاديث موضوعة مثل الحديث المنسوب الى الامام المهدي بشأن الفقهاء او روات الاحاديث الراد عليهم راد على الامام والراد على الامام راد على الله هذا هو حديث يضعفه علماء الشيعة الاثنى عشرية ولكنه يشتهر لدى بعض الناس ويعتقدون المجتهد او المرجع هذا بعد يمثل الامام ويستغله بعض المراجع ايضا لإضفاء صبغة دينية كاذبة على أقوالهم وفتواهم او الدعاء النيابة العامة عن الامام المهدي وهذه ايضا فرضية وهمية تقوم على فرضية اخرى هي وجود الامام السنة عشر الغائر هاي فرضية ما الى حقيقة وفرضية اخرى بان الامام الاثنى عشر معصومون ومعينون من كبل الله وان الراد عليهم راد على الله هذا ايضا وكل هذه الفرضيات الوهمية لا اساس لها في القرآن ولا في السنة النبوية ولا في ثقافة اهل البيت انفسهم فهذا مثلا امير المؤمنين عليه السلام يصرح في خطبة عظيمة له في صفين بانه عبد لله وانه ليس بفوق ان يخطئ ويطالب المسلمين بقول اتق الله له اذا ما قتل انسانا او تصرف باموال المسلمين تصرفا خاطئا انت خطب عديدة في الموضوع ويقول لا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فان من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل به ما اثقل عليه وانما انا وانتم عبيد لرب لا رب غيره شوفوا الامام بتواضعة يعني ما يريد احد يعظمه ويمشي امامه حتى رفض الناس يمشون امامه ومتعظيم الامراء والزعماء لا انه خلوني واحد من اعتكم خلي انا اندي واجبات لازم اديها وحقوق لازم اتخلص من اذها ف احنا اذا كنا فعلا شيء علي الامام علي ونحب الامام علي علينا ان نقتدي به ونعامل زعمائنا ومراجعنا وقادتنا باحترام ولكن بموضوعية وبعد معرفة الحق واذا شفنا هذا العالم او القائد او زعيم الحزب اخطأ او انحرف احنا مو عبيد الى لازم احنا نقول له انت اخطأت نحاول نصحح مسيرته واذا مثلا اصر على الخطأ احنا نصرف عنه ولا اعتقد ان السيد مقتدى الصدر يرضى بالغلوب فيه من اتباعه المتطرفين الغلات ولا شك انه يستلهم منهجه واسلوبه في القيادة من ثقافة جده الامام امير المؤمنين عليه السلام تلك الثقافة المفعمة بالزهد والتواضع والشورى وتقبل النقد والمعارضة ولا يمكن ان يعتبر نفسه معصوما وان الراد عليه راد على الله كما يقول هؤلاء المتطرفون في صفوف التيار وطالما انتقد السيد مقتدى الغلات اصحاب القضية الذين زعموا انه الامام المهدي او انه نائب خاص عن الامام المهدي واذا هذا الامر طبعا صعب يعني الناس قد يعتقدون بشخص معين اشياء عجيبة غريبة قد لا يستطيع السيد نفسه ان يقف امام هذه الاتجاهات المغالية في صفوف اتباعه فان افضل حل هو اعادة النظر في مسألة وجود الامام الغائب والتمسك بالثقافة الديمقراطية الاسلامية يعني على السيد مقتدى واتباعه وقادة والمرجعية ان تعيد النظر في هذه المسألة التي تولد الدكتاتورية نحن عندما نناقش مثلا وجود الامام المهدي قضية واحد قبل 1200 سنة ولد ام لم يولد هو المهدي او ليس هو المهدي هو امام هذه مو قضية تاريخية هذه قضية شوفوا الان في العراق وفي ايران كان لها يعني تفاعلات سلبية سابقا هم هذول العلماء الذين يدعونا هم نواب الامام العامون كان يقولون روح ناموا بالبيت وانتظروا الامام المهدي يخرج او حتى يظهر ولا يجوز لكم ان تقيموا لا ثورة ولا حكومة ولا حزب ولا اي شيء انتظروا الامام حتى اخرج ثم تبين كلامهم خطأ فاذا لماذا الناس كانوا يكلدوهم تقليدا اعمى ويتبعوهم اتباعا اعمى فلابد ان الناس هم يفكرون ويقارنون اقوال هؤلاء العلماء مع القرآن الكريم مع المواقف الحق يعني انا شفت احد القادة في العراق مثلا هو معمم واسلامي ومرجع او ابن مرجع يعني ينقى بنفسه عن الوحدة الاسلامية والتفاعل مع اخوته المؤمنين ينقى بنفسه عن القضايا المهمة في المنطقة عن الصراع العربي الاسلامي مع الصحاينة هيعتبر هذا الصراع مثلا سوريا مع اسرائيل عدم عركي احنا ما خصنا بيهم طيب انت وينك وينك بالقضايا الانسانية الآن القضايا الفلسطينية قضايا انسانية عالمية كل العالم يهتم فيها وانت مسلم ومعمم ومرجع ما تهتم لا بيوم القدوس ولا بالقضايا الفلسطينية ولا بالاحتلال الامريكي في العراق وما خصنا فيهم وخلي ذلك احنا مثلا ضيوف نعتبرهم هذا مو صحيح مو صحيح هذا ليش لانه الناس يشوفوا المتصدين او الذين جعلوا انفسهم هم قيادات ومراجع وزعامات يعني يتعاملون مع الاحتلال ومع قوات الاحتلال حسب ما يشتهون من دون ما احد يناقشهم او هم يناقشون احد انه ما هو الموقف المطلوب الصحيح الذي يجب ان نتخذه او حتى في داخل احزاب الاسلامية ما تطرح القضايا للنقاش والحوار لماذا؟ لانه القائد ما يقول هو كلام صحيح بعد فهذه المشكلة بالحقيقة انه احنا دل نبتعد شوية شوية عن الاسلام وعن التشيع عن خط اهل البيت وعن خط القضايا الوطنية والانسانية لانه نحن نفكر فقط في السلطة شوان نرتبها وشوان نوسع سلطتنا بالانتخابات وشوان احنا نجي ناخذ الحكم بدينا ثم ماذا بعد صرت انت ان شاء الله رئيس جمهورية او صرت رئيس وزراء ماذا تريد ان تفعل ماذا تريد ان تفعل بالسلطة ليس لكي تطبق الحق وتنصر المظلومين ما معالي يقول في وصيته لابنائه كون على الظالم خصما وللمظلوم يعونا وانت تجي تتفلسف وتقول يا بلا خلي احنا نهتم ببلدنا ونهتم بوطننا اهتم بوطنك ولكن ليس بعيدا عن القضايا المصيرية في كل المنطقة هذه نأمل ان شاء الله في هذه الليلة ليلة القدر وفي هذه الليلة رمضان نعيد التفكير في موقفنا هل نحن عبيد هل نحن احرار هل نحن نأمر معروف نناع المنكر هل نعرف الحق حتى نتبعه ام لا فقط ندنجين ومسكرين اعيننا وماشيين ورا قادتنا وزعمائنا ومراجعنا من دون تفكير من دون وعي هذا يودين الى دواهي مو فقط داهية واحدة وبعدين ايضا فتن داخلية ومعارك داخلية على السلطة تصبح السلطة هي الهدف معنا مو ما بعد السلطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة